عندي معلومات من داخل البيت النصراوي أنه النصراويين مثلهم مثل بقية مثل ترك العجمة اللي قاعد هو عايض يفكرون عندنا شيء ايهو تعالي عايض حط حمد الله رجعنا فيه السويد اليوم وعيد وما جدت واجري يستمتعون في هذه القضية المثيرة للجدل اللي أخذت أشهر وعدها يعني تقصد من النصر عرف زي ما عرفه الجماهية ايوه عرف من تغريدة نادي الاتحاد وزي ما قال ابو فيصل كلام جدا منطقي جدا منطقي زي ما قلت أنا ليش المهيدب هو يغرد ليش ما يغرد نادي النصر ولا يطلع نادي النصر بيان يوم في موضوع الكفاءة المالية ليش ما مركز التحكيم هو اللي قال لك والله يعلقنا العقوبة لأن مثلا الفيفا لا يؤيد يقاف اللاعب إلا بعد صدور الحكم النهائي على سبيل المثال كل هذه الأشياء صدقانا ما انتباهت لها الموضوع المركز التحكيم ما أعلن اللي أعلن لا أول لا أنا شفت الاتحاد أعلى لا مركز التحكيم لا لا ما تلع شيء ويفترض حتى لو طلع ما تجي تطلع لبرد ولا أكره لقد قلوا هذا الموضوع ومن frontier ولا يجي أحد يقول لي مثلاً لا القانون الرياضي يقول أنك ما تتكلم صح الله ولا ترسل للأنديا تلقانون الرياضي ما هو شيء منزل أنا بعد مرة أنت خدت جراءة وشون نخدت جراءة نعم أخذ الحتة دي المدعى عليه ما جاله أي استفسار ولا أي قراءة ولا مرحبا يا مسلل عمر أنتم مجلس إدارتكم ترى الاتحاد مستأنف ضدك عطني وش اللي عندك الحين أنت أوكي لو مثلاً لو مثلاً جاء خلنا نقول أي واحد قال راي أوكي واتهم فيه عندك هنا في البرنامج واتهم جهة أو اتهم شخص خلنا نقول اتهم الأستاذ عيد الثقيل من الطبيعي جداً والبديهي جداً في النظام القضاء أنك تقول يا تعالي يا عيد الثقيل ترى ما جلت واجري ما ادعي عليك وش ردك يا جماعة أنا اللي مزع عني يعني أنت الحين مع الجانب النصراوي ولا مع الجانب الاتحادي مع الحق مع الحق عطني الحق ما الحق من وجهك نظر ما جدت ويجد الحق أنه إلى الآن الحين أنت لجنة الاحتراف قامت بإصدار عقوبات على عدة أطراف كلها منتمية لنادي الاتحاد الاتحاد السعودي المظلة لكرة القدم السعودية صادق على هذا الإجراء مركز التحكيم نقضة لماذا يا مركز التحكيم لم تعد للجنة الاحتراف وتستفسر منها ليش وبناء على إيش أنت عندك معلومات أناس معلش ماجد يا خير طيب يا خير عارف تحمل هذه والي أكبر منها بس أنا قاعد أستوضح أشار بس أتأكد والمشاهد يتأكد أنتوا تقول أنه الاتحاد قدم الشكوى أو الاستيناف اللي رفعه كان مفروض ضد الاتحاد السعودي ولكن رفعه ضد النصر والنصر لم يشعر من بركز التحكيم باستيناف الاتحاد زي وزي ترك العدم وهي خلينا بس أنا أركب القطع مع بعض وقول يا أنا فهمت صح ولا لا أنت تقول بحسب معلوماتك التي تتحمل مسؤوليتها أنه نادي الاتحاد رفع استيناف ضد نادي النصر والمفروض أنه يرفع ضد الاتحاد السعودي صاحب القرار وأن نادي النصر ما عرف أي شيء عن الموضوع ألا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكان من المفترض بمعنى الاستيناف ضده أنه يأخذ مننا إفادة هذا اللي فهمت أنا منك خذ رتويت رتويت وأعجاب طيب